حاجة تلقشنا تلقشوا ما عم نعرف كيف نعيش شانو أبوك عطي نقديشوا انتين من بعد تعاقبت إدارات أمريكية عدة على الثورة السورية ربما كانت حقبة الرئيس جو بايدن هي الأسوأ بحسب السوريين فبعد الاستثناء على قانون قيصر الذي أتاح لأسد الحصول على المساعدات عقب الزلزال المدمر أعطى الضوء الأخضر للتطبيع العربي مع زعيم الحشاشين لكن بايدن فجر مفاجأة غير متوقعة خلف الكاميرات التي اعتادت أن تلاحقه وتصطاد تصريحاته حيث كشفت صحيفة واشنطن بوست إبلاغ الرئيس الأمريكي لناشطين السوريين خلال حفل خيري أن على بشار أسد الرحيل وهو ما يخالف التوجيهات الحالية لبايدن وإدارته التي تؤكد مرارا على تغيير سلوك النظام لا على رحيله الصحيفة نقلت أن ثلاثة ناشطين سوريين أمريكيين استغلوا فرصة لقائهم ببايدن بحفل خيري في السابع والعشرين من حزيران الماضي في ميرلاند لمطالبته ببذل المزيد ضد الدكتاتور بشار أسد من جهة وحماية المدنيين من بطشه من جهة أخرى النشطاء هم ألاء تلو وزوجها محمد بكر كبيس وجورج ستيفو حيث بادرت ألاب الحديث لبايدن أنه يجب أن يرحل الأسد ليفاجئها على الفور بكلمة أوافق وهي لها دلالات كثيرة ربما تعني تغيرا في الذهنية الأمريكية تجاه الملف السوري وتفعيلا أقوى لقوانين قيصر ومكافحة الكيبتاجون ومحاربة التطبيع وقد يكون حالة كلامية لا أكثر في ظرف إنساني حديث النشطاء السوريين مع بايدن تركز على إنقاذ إدلب وعدم إفلات بوتين من العقاب على الفضائع التي ارتكبها في سوريا وكان رد بايدن إيجابيا أيضا أنه لن يسمح للروس بالنجاح مرة أخرى شكرا 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 شكرا